قرأت مرة في كتاب الأمال لأبي علي القالي أن العامة تخطئ حين تطلق لفظ القافلة على الخارجين من بيوتهم مسافرين وعلّل صاحب الأمال ذلك بأن القافلة هي من قفل يقفل قفولاً أي رجع والخارجون من بيوتهم لم يرجعوا بعد فلا تطلق القافلة إلا على الذين هم راجعون إلى بيوتهم فلا نقول للخارجين من مكة إلى العراق مثلاً قافلة فرحت بهذه المعلومة وطفقت أخطئ بها الناس فإذا سمعت أحداً يقول خرجت قافلة من النواك شوط إلى كيف أقول له هي ليست قافلة لأنها لم ترجع بعد هم في طور الخروج وليسوا في طور الرجوع رأيت بعد ذلك المعلومة نفسها في كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة فرحت كثيراً وزادت غطرستي لأن هذين الكتابين أدب الكاتب والأمالي هما كتابان من أمهات كتب اللغة العربية وقد أوصى عليهم ابن خلدون في مقدمته ثم بعد ذلك بمدة قرأت في شرح الشريشي لمقامات الحريري أن ابن قتيبة وصاحب الأمالي كان مخطئين فقد قال الشريشي إننا نستطيع أن نطلق على الخارجين من بيوتهم قافلة لأن العرب دأبت على تسمية الأشياء بأضدادها من باب الفئر الحسن فنطلق على الخارجين من بيوتهم قافلة تفاؤلاً لهم بالقفول أي الرجوع كما نطلق على الصحراء مفازة تفاؤلاً لعابرها بالفوز والظفر وكما نطلق على اللذيغ سليماً تفاؤلاً له بالسلامة والنجاة ومن ذلك قول الأعشاء ألم تغتمض عينك ليلة أرمدى وبتك ما بات السليم مسهدى وقد أخذنا في موريتانيا هذه العادة فاصرنا نطلق على الأشياء أضدادها من باب الفئر الحسن ومن آخر تسمياتنا أننا سمينا فيروس كورونا باللبن والرغوة فنقول أصيب فلان باللبن والرغوة ونقول إجراءات الحكومة المتخذة ضد اللبن والرغوة أما بالعودة إلى الشريشي فهو كمال الدين أحمد بن عبد المؤمن الشريشي نسبة إلى الشريش وهي بلدة أندلسية على الحدود مع المغرب ويسميها لإسبان خريز أو خريز دي لا فروتيرا كان الشريشي هذا أحد أعلام اللغة العربية والأدب في شريش وقد رحل مرة إلى الشام ومصر في طلب العلم فلما رجع قال في شوقه إلى الشام يا جيرة الشام هل من نحوكم خبر فإن قلبي بنار الشوق يستعر بعدت عنكم فلا والله بعدكم ما لذل العين لا نوم ولا سهر إذا تذكرت أوقات أن أتومضت بقربكم كادت الأحشاء تنغطر اشتهرت شريش حين إلم بتخريج العلماء والأدباء والقضاة أما الآن فهي مشتهرة بصناعة النبيذ ويحمل نبيذ هذا الاسم نفسه خريز دمتم بخير